الحدث الأول يخص المملكة العربية السعودية الشقيقة تم الإعلان وتجشين أكاديمية رياضية على أعلى مستوى اسمها أكاديمية مهد هذه الأكاديمية يا أخوان من المفترض أنها تسقل المواهب وأيضا تبرز لنا نجوم للمملكة العربية السعودية طبعا الأكاديمية مثل ما هو موجود حاليا في الحساب في تويتر في عداد مشاريع الرياض أتمنى مخرجنا يعرضها بس تحتوي الأكاديمية على ست أقسام رئيسية أولها قسم اكتشاف المواهب القسم الثاني التدريب القسم الثالث قسم تطوير الأداء الرياضي بجانب مركز طب رياضي والقسم الرابع مختصا بالتميز والابتكار والقسم الخامس يختص بالتقنية الرقمية الحديثة والقسم السادس يتعلق بالمنافسات أنا بس أسوي الرفريش إن شاء الله تطلع الصور يعني اليوم نهن الأخوان في المملكة العربية السعودية الشقيقة اهتمام على أعلى مستوى من خادم الحرمين الشريفين اهتمام أيضا من سموه لعهد الأمين الأمير محمد بن سلمان الاهتمام هذا بشكل عام خنقول الاهتمام للمملكة بشكل عام ولكن بالرياضة بشكل خاص اليوم الأكاديمية هي فمار لهذا الاهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسموه لعهد الأمين احنا نتمنى لهم التوفيق بالتأكيد يعني إنجاز ومشروع منتظر للإخوان في المملكة لأسف أنا الصور يعني ما قاعدت تطلعوا إياي لكن يبدو منت شوية ضعيف اه طلعت مشكور مهندسنا أتمنى مخرجنا بس خلاص أعطيكم صورة بس عن هذا المشروع هذه هذه صور لهذا المشروع حق لنا أن نفتقر صراحة كخليجيين كمحبين للمملكة العربية السعودية هنيئا لقوان في المملكة على هذه الأكاديمية هنيئا لهم بهذا الاهتمام من خادم الحرمين الشريفين ومن سمو ولي عهده